شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أدل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية مجددا رفض مصف التام لأي مساع تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضهم جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أودوست فلودر رئيس اللجنة الفرعية لمتفحة الإرهاب حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية لإنفاذ أكثر من مليوني فلسطيني إنقاذهم من المعاناة الإنسانية الهائلة استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري أودوست فلوجر رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وعضوية عدد من نواب الكونغرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ورسوخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مع تأكيد دور الكونغرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لأفاق أرحم لا سيما في ضوء التحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي وفي ذات السياق سمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة وقد تناول لقاء في هذا الصدد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد وقد أكد السيد الرئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تكفيف منامع الإرهاب والتطرف اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدة الإغاثية لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة وقد أكد السيد الرئيس ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من أجل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار ومنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية مجدداً رفض مصر التام لأية مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما توفق الجانبين خلال اللقاء على خطورة تسع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين مؤكدين أن حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة